موسيقى موسيقى استعين الله سبحانه وتعالى وأبدأ بقصة مختصرة لأبي هريرة رضي الله تعالى عنها رضي الله تعالى عنه وعن والدته وعن الصحابة أجمعين ذكرها الإمام البخاري في صحيحه وكذلك رواها غيره من أهل العلم أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي أسلم في السنة السابعة لاحظوا في السنة السابعة يعني قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بتقريبا تقريبا بثلاث سنوات ثلاث سنوات ومع ذلك هو أكثر الصحابة رواية للحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لماذا؟ لسببين اثنين أولا لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم له فقد دع الله سبحانه وتعالى له أن إذا حفظ شيئا أن لا ينساه فكان كذلك والسبب الثاني أنه كان ملازما للنبي صلى الله عليه وسلم في حله وترحاله في حله وترحاله كان ملازما للنبي صلى الله عليه وسلم حتى يقول شغل بعض الصحابة ذهابهم للأسواق البيع والشراء أما أنا فتركت كل شيء وتفرغت لحديث النبي صلى الله عليه وسلم حتى أحفظه وأنقله إلى هؤلاء الناس فكسب أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أجراً عظيماً عند الله عز وجل لا يعلم مداه إلا ربه سبحانه وتعالى لأن ما يقارب فلف الأحاديث الموجودة أو أكثر كلها من رواية أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أبو هريرة يدلل على هذا المعنى بقوله والله إن كنت لأعتمد على كبدي لأعتمد على كبدي على الأرض من شدة الجوع ووالله لقد كنت أربط الحجر على بطني من شدة الجوع يعني أني ما كنت أذهب لا يميناً ولا يساراً أبحث عن لقمة العيش لأني أريد أن أحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول حتى إن الناس يظنون أن نبي مساً أن نبي جنوناً ووالله ما بي إلا أني أعتصر من شدة الجوع يقول وفي ذات مرة خرجت في طريق الناس الذي يمرون عليه حتى مر أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه فسألته عن معنى آية من الآيات والله ما سألته عنها ليخبرني ما معناها يعني أني أعرف معناها لكن لعل أبو بكر يقول تفضل معي في البيت نتدارس الآية فيقدم لي شيئاً من الطعام أو شيئاً من الشراب أو شيئاً من اللبن يقول فأجابني أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه ولم يعلم ما بي من الجوع يقول فجاء عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه فسألته عن آية والله ما سألته عنها ليخبرني ما معناها أو كما قال أبو هرير رضي الله تعالى عنه وأرضاه لكن لعله يقول لي تفضل فأنال شيئاً من الطعام والشراب فأخبرني معنى الآية ثم ذهب يقول فما هي إلا لحظات حتى مر النبي صلى الله عليه وسلم فرآني فلما رآني عرف ما بي عرف أني جائع عرف أني أريد الطعام أريد الشراب أني لا أستطيع أن أقوم من شدة الجوع وهذا من لطف النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا ينبغي أن يكون الأب الأم هكذا ينبغي أن يكون المربي هكذا ينبغي أن يكون الوالي على الناس الأمير عليهم الوزير الرئيس أن يكون لطيفاً بشعبه لطيفاً بمن تحت يده ما معنى لطيفا يعني أن يدرك معاناتهم قبل أن يصرخوا بها لا ينتظر حتى يصرخوا بهذه المعانات وتحدث المشاكل والقلاقل والفتن أدرك أنت يا أيها الوالي أدرك أنت يا أيها المربي معانات أولادك ماذا يريدون من خلال نظرات أعينهم من خلال الاطلاع على أحوالهم بدون أن يتكلموا هذا هو اللطف الحقيقي الذي ينبغي أن نتميز فيه لا أنا أنتظر حتى تقول البنت يا أبي ابحث لي عن زوجة أنا أريد زوجا أحيانا ما تستطيع أن تقول هذا الكلام لكن أنت تلمح أن عمرها بدأ يتقدم ليس من الضروري أن تنتظر حتى يأتي أحد يخطبها لا مانع من أن تختار أحدا من أهل الخير والصلاح وتقول له عندي ابنة وأنت أحسبك من أهل الخير والصلاح فتعال رؤية شرعية انظر إليها تنظر إليك فإن رأيتما أنكما مناسبان لبعضكما البعض نكتب الكتاب ونعقد عليكما وهذا الذي فعله عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أرضاه حينما عرض حفصة ابنته لعثمان بن عفان لأبي بكر النصديق ثم تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وقل مثل ذلك في أشياء كثيرة لا بد أن تكون لطيفا مدركا لما يريده الآخرون خاصة من أقاربك وممن هو تحت يدك قبل أن يعلنوا ما يريدون المهم أول ما رآه النبي صلى الله عليه وسلم عرف أن أبا هريره جائع فقال له أباهر قلت لبيك وسعديك يا رسول الله قال اتبعني يقول فتبعته ولحقته حتى أتى على بيت من بيوته صلى الله عليه وسلم فوجد إناء فيه لبن فقال من أين لنا هذا الإناء قالوا أهدي لنا من فلان والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية لكنه لا يقبل الصدقة فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريره أباهر يترطف معه فقلت لبيك وسعديك يا رسول الله يقول أبو هريره فرحت فرحت بهذا اللبن فقلت الآن يقول لي النبي صلى الله عليه وسلم أباهر يعني تعالي نشرب هذا اللبن فقلت لبيك وسعديك يا رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذهب إلى أهل الصفة فادعهم حتى يشركون في هذا اللبن يقول أبو هريرة فقلت في نفسي عسى أن يكفينا هذا اللبن أنا والنبي صلى الله عليه وسلم حتى أنادي أهل الصفة من هم أهل الصفة؟ هؤلاء فقراء فقراء الإسلام يأتون إلى المدينة مهاجرين ليس لهم مأوى فيجعلهم النبي صلى الله عليه وسلم في المسجه والنبي صلى الله عليه وسلم من حرصه على هؤلاء الفقراء كثيرا ما إذا جاءه طعام أو شراب إما أن يدعو أهل الصفة وإما أن يذهب إلى آل الصفة ليأكل معهم لأنه يعلم صلى الله عليه وسلم أنه مسؤول عنهم يوم القيامة ليست مسؤوليته عن الأغنياء فقط والوجهاء فقط لا مسؤوليته أكبر عن هؤلاء الفقراء عندي إمكانية أن أساعدهم إذن لا بد أن أساعدهم أن أدخل السرور عليهم أن أشاركهم في أحزانهم وأفراحهم لا بد أن أعمل ذلك ما دام عندي إمكانية يقول أبو هريرة فما كان لي بد من طاعة النبي صلى الله عليه وسلم فذهبت إلى أهل الصفة أدعوهم إلى أن يشركوا وأن يشربوا معنا هذا الإناء الذي عسى أن يكفي أثنين أو ثلاثة يقول فجاء أهل الصفة يفرحون بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم وبني بركته وهذه من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم يقول فأخذوا أماكنهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم أباهر قل تلبيك وسعديك يا رسول الله ظن أبو هريرة أنه سيقول يشرب أنت الأول لأنك أول من جاء معي ثم بعد ذلك أعطي الأهل الصفة فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم أطعمهم أعطهم هذا الإناء يقول فأصبحت أعطي الواحد هذا القدح من اللبن يشرب حتى يروى ثم يعيده إلي ثم أعطي الثاني فيشرب حتى يروى ثم أعطي إعطيني إياه ثم أعطيه الثالث الرابع الخامس العاشر حتى انتهى العدد يقول وما زال الإناء فيه اللبن كأنه لم يشرب منه قط ثم أعطيته النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبهر قل تلبيك وسعديك يا رسول الله كأنه يقول ماذا بقي قال يا أبهر بقيت أنا وأنت لاحظ كلهم شربوا كأنه يقول بلسان حالي كلهم شربوا ورووا من هذا الذي ربما كنت تخاف من أنه لا يكفي إلا واحدا أو اثنين الآن ما زال الإناء ممتلئا باللبن وشربوا كلهم بقيت أنا وأنت فقال أبهر صدقت يا رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم اشرب يا أبا هريرة يقول فشربت حتى رويت قال اشرب يا أبا هريرة يقول فشربت حتى رويت قال اشرب يا أبا هريرة فشربت فما زال يقول لي اشرب 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 حتى قلت يا رسول الله والله لا أجد له مسلك خلاص امتلأ بطني بما شربته من اللبن يقول فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله سبحانه وتعالى وشرب الفضلة هكذا شرب الفضلة وهذا يعطينا عظيم تواضع النبي صلى الله عليه وسلم عظيم إيثار النبي صلى الله عليه وسلم يجعل نفسه آخر الناس في الشرب يجعل نفسه في آخرهم وهو أفضلهم وهو نبي الله وهو أولي العز من الرسل نعم هكذا من يريد الله والدار الآخرة هكذا من يريد المنازل العليا هكذا من يريد رحمة الله سبحانه وتعالى له والتوفيق والسداد والإعانة والدرجات العليا يعمل مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وإلا كان بإمكان النبي صلى الله عليه وسلم وقد خير بأن يعيش عيشة الملوك يأمر فيؤتمر بأمره وينهى فينتهى عن ما نهى عنه لكن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يكون عبدا رسوله وهو القائل لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح بن مريم إنما أنا عبد فقول عبد الله ورسوله وهذا التواضع الحقيقي الذي رفع منزلة النبي صلى الله عليه وسلم فأصبح لا يذكر الله عز وجل إلا ومعه النبي صلى الله عليه وسلم رفعة لمكانته ودرجته ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقذ ظهرك ورفعنا لك ذكرك فما يدخل الإنسان في الإسلام إلا أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله ولا يدخل وقت الصلاة إلا بالإعلان الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله وفي عدة مواضع ما يذكر الله إلا ويذكر معه النبي صلى الله عليه وسلم أنتقل بعد ذلك إلى مجموع كذلك من المعاني والمختصرات المختصر الأول الحديث عن حسن الظن نحن مأمورون بأن نحسن الظن بالله سبحانه وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر الذي رواه الإمام مسلم يقول جابر عدت النبي صلى الله عليه وسلم في المرض الذي مات فيه قبل أن يموت بثلاث ليال فكان مما قاله صلى الله عليه وسلم لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله تعالى لماذا يحسن الظن بالله؟ لأن الله أهل أن يحسن الظن به الله عنده من الكرم ما يطمعني في كرمه وعنده من الرحمة والعفو والمغفرة والعطاء ما يطمعني في أن أطرق بابه وأن آتي إليه وأن أثر إليه كل الناس يمكن أن يغفر لك خطأك لكن يغفر لي خطأي إذا كان يسيرا يغفر لي خطأي إذا كان مرة أو مرتين أما أن يغفر لي خطأي وقد كررته عشرين مرة أو يغفر لي خطأي العظيم نعم هؤلاء الناس محدودوا المغفرة محدودوا الكرم محدودوا الجوت محدودوا العفو أما ربنا سبحانه وتعالى فله الكرم المطلق والجمال المطلق والعطاء المطلق والعفو والحلم المطلق فلما لا أحسن الظن بالله سبحانه وتعالى أحسن الظن بالله أن الله عز وجل سيغفر ذنبي وأن الله سيشرح صدري وأن الله سيسر أمري وأن الله سيشافي مريضي وأن الله سيقبل دعائي ودعوتي وعملي وأن الله سيدخلني جنات النعيم لكن بشرط أن أبذل الأسباب التي أستطيع عليها لذلك قال أهل العلم لا يعتبر الإنسان محسنا الظن بالله وهو لم يقم بالأسباب التي شرعها الله مثال ذلك إنسان لم يتزوج ويقول أنا سأدعو الله أن يرزقني الولد وسأحسن الظن بربي سبحانه وتعالى أن يرزقني الولد لا بد من الزواج أن تتزوج وأحسن الظن بالله أن يرزقك الولد أن تذاكر وأحسن الظن بالله عز وجل أنه سينجحك في الامتحان أنت أبذل أسباب الصحة وأحسن الظن بالله عز وجل أنه سيشافيك ويعافيك ويلبسك لباس الصحة والعافية أما أن تتواكل هكذا كما فعل مجموع من أهل اليمن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قالوا نحن المتوكلون فذهبوا إلى الحج وليس معهم طعام ولا شراب ولا عتاد فلما وصلوا إلى مكة أصبحوا عالة على الناس فأنزل الله سبحانه وتعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى تزودوا كبذل للأسباب واتقوا الله سبحانه وتعالى فإذا اتقيتموه يسر الله عز وجل لكم وجعل لكم من أمركم يسرى إذن من أجل العبادات التي نغفل عنها كثيرا هي أن نحسن الظن بالله عز وجل حتى نحن أحيانا من أهل الدعوة الذين يدعونا إلى الله سبحانه وتعالى غالبا ما نمارس مع الناس الترغيب أكثر من الترغيب ويجب علينا أن نكون كما ذكر أهل العلم كجناحي طائر الجناح الأول الرجاء والجناح الثاني الخوف ويسوقنا في رأس هذا الطائر المحبة والرجاء فيما عند الله سبحانه وتعالى فلا تغلب الرغبة على الرهبة فآمن من مكر الله ولا يغلب الخوف على الرغبة فأيأس من رحمة الله سبحانه وتعالى وإنما كجناحي الطائر لكن في الأصل يجب علي أن أحسن الظن بالله عز وجل القائل في الحديث القدسي أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء فاصل قصير ثم أعود إليكم وشيحة وكاني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بكم مرة ثانية مع برنامجي وبرنامجكم بكل اختصار كنت قد حدثتكم قبل الفاصل عن وجوب حسن الظن بالله سبحانه وتعالى فالله عز وجل أهل التقوى وأهل المغفرة وبناء عليه يمتد لنا الحديث عن صفة من أعظم الصفات التي يجب أن تكون في قلوبنا وهي صفة الفأل الفأل الحسن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الفأل قالوا يا رسول الله وما الفأل قال الكلمة الكلمة الطيبة الله سبحانه وتعالى وعدنا بوعود كثيرة وعدنا سبحانه وتعالى إن استغفرنا أن يغفر لنا إذن لماذا أي أسمن رحمة الله سبحانه وتعالى وأقول أنا ذنوبي أعظم من أن يغفرها الله هذا غير صحيح هذا سوء ظن بالله هذا جهل بما عند الله سبحانه وتعالى من الرحمة والمغفرة إذن استغفر الله سبحانه وتعالى وليكن عندك فأل بأن الله سبحانه وتعالى سيغفر لك ذنبك عندك مرض الأطباء اعتذروا الله عز وجل وعدنا إن استشفينا أن يشافينا وقال ربكم دعوني أستجب لكم فإني قريب وجيب دعوة الداعي إذا دعان الله عز وجل وعدنا بالنصر على الأعداء وقال لنا أبذلوا ما تستطيعون وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة من رباط الخير فلماذا نيأس؟ صحيح أوضاع أمتنا الإسلامية الآن وصلت إلى دركات شديدة بسبب خيانات بسبب تخاذل بسبب عدم بدل أسباب النصر والتمكين بسبب قوة العدو ومكره وكيده بسبب تشتت المسلمين لكن مع ذلك نحن موعودون بنصر الله عز وجل الله قال وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم إذن الله سينصر هذا الدين لكن هل نحن أهل لأن ينصرنا الله سبحانه وتعالى أو لا؟ هذا الذي يجب أن نقوم به نحن إذن لا بد من أن نتفائل متفائل واليأس بالمرصادي متفائل بالسبق دون جياد متفائل رغم القنوط يضيقنا جمر السياط وزجرة الجلادي متفائل بالروض يخرج شطأه رغم الجرادي كمنجل الحصادي متفائل يا قوم رغم دموعكم إن السماء تبكي فيحيى الوادي متفائل بشرى النبي قريبة فغدا سنسمع منطقا لجمادي نعم بمثل هذه الروح بمثل هذا الفأل بمثل هذا الإحسان إحسان الضمان بالله عز وجل نستطيع أن ننتصر على أنفسنا ثم ننتصر على أعدائنا كذلك من المختصرات حديث النبي صلى الله عليه وسلم العظيم المختصر في معانيه المختصر في كلماته العظيم في معانيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم وقد سئل عند الترمذي وهو حديث حسن صحيح يا رسول الله ما أكثر ما يدخل الناس الجنة وما أكثر ما يدخل الناس النار سؤال محدد هناك من سيدخل الجنة هناك من سيدخل النار ما هو أكثر سبب يدخل الناس الجنة وما هو أكثر سبب يدخل الناس النار فقال النبي صلى الله عليه وسلم أكثر ما يدخل الناس الجنة تقوى الله وحسن الخلق بتقوى الله سبحانه وتعالى وحسن الخلق في التعامل مع الناس في التعامل مع أمك وأبيك وأخوانك بل أحيانا حسن الخلق حتى في التعامل مع أعدائك فالأصل هو حسن الخلق الأصل هو الرفق الأصل هو اللين إلا أن يكونوا محاربين فهنا أريهم من نفسي قوة وأغلظ عليهم وأثخن فيهم القتل إن كانوا يريدون أن يكونوا حجر عثرة في طريق إنقاذ الناس وإخراجهم من الظلمات إلى النور وأن يكونوا حجر عثرة كذلك في طريق المسلمين أو يريدوا أن يستحلوا بلاد المسلمين لكن الأصل أن أكون حسن الأخلاق الأصل أن أكون متقيا لله سبحانه وتعالى والله عز وجل يقول إن للمتقين مفازة حدائق وأعناب ويقول سبحانه وتعالى واتقوا الله ويعلمكم الله والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اتقل لها حيث ما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن ولما سألوه وما أكثر ما يدخل الناس النار قال النبي صلى الله عليه وسلم أكثر ما يدخل الناس النار الفم والفرج أغلب أو أوسع الأبواب التي يدخل الناس من خلالها إلى عذاب الله وعقاب الله في الدنيا والآخرة هو هذا اللسان وذاك الفرج الفرج بالزنى والحرام والعياذ بالله واللسان بالكلام في أعراض الناس والغيبة والنميمة والكذب والبهتان والتدليس على الناس وخداعهم والثناء عليهم بما لا يستحقون هذا اللسان أورد الناس المهالك كان أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه وهو أبو بكر يدلع لسانه ويقول هذا الذي أوردني الموارد هذا الذي أوردني المهالك وهو أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه المبشر بجنات النعيم إذن ماذا نقول نحن فهذا تحذير من النبي صلى الله عليه وسلم للرجال مرة مرتين عشر مرات وللنساء عشرين مرة لأن النساء بشكل عام متهمات بكثرة الحديث في أعراض صويحباتها وأخياتها وبنات النس ويتساهل الإنسان في هذا الباب اللسان أنا أقول من أوسع الأبواب التي يحصد حسناتنا ومن أوسع الأبواب التي يكسبنا سيئات الآخرين وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أتدرون من المفلس؟ قالوا من لا دينار له ولا درهم قال النبي صلى الله عليه وسلم المفلس من أمة من يأتي يوم القيامة بحسنات كأمثال الجبال ويأتي وقد شتم هذا وسب هذا وأخذ مال هذا وهتك عرض هذا وسفك دم هذا فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته حتى إذا فنيت حسناته أعطوه من سيئاتهم ثم كب على وجهه في النار إذن فلننتبه لألسنتنا احذر لسانك أيها الإنسان لا يلدغنك إنه ثعبان كم في المقابر من لديغ لسانه كانت تهاب لقاءه الأقران ومثل هذا الحديث ما رواه الإمام البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في حديث مختصر عظيم من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة النبي يعطينا إياها بكل اختصار اضمن لي يا أيها العبد اضمن لي يا أيها المرأة ما بين اللحيين وهو اللسان وهو الفم واضمن لي ما بين الرجلين وهو الفرج أضمن لكم الجنة النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم بالوحي عن الله عز وجل وهو العالم بما يدخل الناس النار وما يدخل الناس الجنة إذن وجب علينا قدر المستطاع أن ننتبه لألسنتنا نعم النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان يؤمن بالله وليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت الإسلام لا يمنعك من الكلام تكلم في الليلة وفي النهار لكن بالحق بالصدق تكلم بابتسامة تدخلها على قلب أمك أو أبيك أو أصحابك بابتسامة بريئة ليس فيها خدش للحياة وليس فيها خدش لحقوق الناس لكن إن كان الحديث فيه غضب الجبار سبحانه وتعالى أو فيه سخرية بالناس أو استهزأ بهم هنا فليصمت هذا اللسان فليسكت هذا اللسان وقد قال الله سبحانه وتعالى ممتنا على هذا العبد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فالله عز وجل امتنا عليك بهذا اللسان هناك مئات الألوف الملايين من الناس لا يستطيعون الكلام صم وبكم لا يستطيعون أن يتحدثوا يريدون أن يقولوا السلام عليكم يريدون أن يقولوا دعاء يريدون أن يقرأوا القرآن ما يستطيعون في عقدة في ألسنتهم ولا يسمعون القرآن كذلك في صمم في أذانهم ابتلاهم الله سبحانه وتعالى وأن تعطاك الله عز وجل هذا اللسان لماذا؟ لتذكره لتعبده لتثني عليه لتدخل السرور على الناس لترضي والدتك لتعمل الخير للناس لا أن تستخدم هذا اللسان في إطراب الناس بالأغاني الماجنة أو بإلقاء النكت على الناس التي تضحكهم لكنها تغضب الله عز وجل في عليائه أعطاك الله عز وجل هذا النسان لا لتنم على الناس وتغكابهم وتفتري عليهم وتكذب عليهم من خلال ما تكتبه من التقارير وما تنقله من الكلام للمسؤولين لا أعطاك الله عز وجل هذا اللسان لتعبد الله سبحانه وتعالى من خلاله لتعبد الله عز وجل من خلاله وإلا ربما انتزع الله عز وجل منك هذه النعمة لأن الله قال وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِيْ لَشَدِيدْ أسأل ربي سبحانه وتعالى للجميع التوفيق والسداد كذلك من المختصرات لعل الوقت انتهى معي أستميحكم عذرا إلى حلقة قادمة بإذن الله سبحانه وتعالى من حلقات برنامج بكل اختصار أستودعكم الله سبحانه وتعالى على أمل اللقاء بكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته اشتركوا في القناة